جاء وناكريي لكول دي بوزار دوسفاكس لمشيتان عملتها وعملوا لكول دي درشتكتور وحدها مستقلة. دونك كول تخلي والي كل واحد عندو اللوكسيان تاع الاخر. هي من لول أول إيكول دي بوزار. متع باب سعدون وفي جنب بل المدينة وعندو تاريخ باب سيد عب سلام غاديكة والخوردة والجو الشعب. والجو الشعبي وكذا. مش تجيل هنا مش شوالي معنىها كانوا مسان دي بلاسة ان بانليو. ومشوالي فتدندن ماشه بتعطونس لأنها تلك الأولى هي الإكولة بزيارة تونس كما ندل الـ 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 المؤسسسات تعلمين ومشاهدت 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 ميوساما ما لدي شركة اللي وقعنا كما تمتها هالكل عملت ريسكن وساميناها تعمل ساميناها تبع الاختزانات باتيمن خذوناها فلتيج لم تبنيش جديد من وقتها ساولنا انتهت كل هذه كانت مبنية كانت تبع الاختزانات خذوناها ها Voilà, exactement. L'Institut des Arts et Métiers. L'Institut des Arts et Métiers. Les architectes sont devenus privés de la dimension beaux-arts, de la dimension créatrice. C'était la belle époque, on peut l'été, justement. L'école des beaux-arts a manqué de rationalité. C'est devenu un truc métaphysique, ou que c'est un romancier, pas clair du tout. Et l'architecture a manqué ? Il a été tenté par le modèle de l'architecture, pour se séparer des beaux-arts et pour faire... C'est un romancier. C'est un romancier. On a dit l'architecture. C'est un romancier. سترى ديزاري متى ما حابش يفهم قليل حب نبعد عليهم وفول كلور متاعكم وشنو عدت جريكوفيري لكل ولا لفورماسيون كو جولي باكتير دي ماستير جمسي سيسال يقرأ عنده هو مدة كذا وصوت وتكنيك والتكنولوجيا واتسترا ومبعد يجيوني أنا وقتل يجي عمل واحد نعمل شوية متدولوجي نتع رشارش هل تعال بارتور أهل ؟ عدي؟ عدي؟ نحن صراح لجل كما نجمسي ، هذا هو لنشرات جماز عديد برسرoyة لتعرفيني كنتيسي مجل يساوه لليس شبوكي على التعرفين المامود معید الانتدم اي وْجمسي دي سداء سأتوني بشكل أكثر من الفيات تقولون أنني لا أستطيع نجحة لكم لكنني أستطيع أن أستطيع أن أضفكم لكنني أستطيع أن أستطيع أن تتعلم أحاسرة على التكتبات تحول تفتح والأصال والرائي كونسيسيون تغلي دور سمعت البنتي العداد في اليداع عام السلشنور تحكي على هذا حد حكيت أصاله والتفتح والتوفيق مبيناتهم أكونا أمتن أصاله والتفتح ستا كونسيف تعمل من السبعينات وقتها شدهر وقت الله الحزب الدستوري تخلى على الإسلام متاع بورقيبة قطرة بورقيبة جاب حكاية قولي ميك كبير أحلها مع جمع زيتونة ومع نوعية الإسلام قلت لك هذين عايشين هتوا إحنا كيفاش نجدوا الإسلام قولي رؤية أخرى والآخرين أصاله بالتحدث من جمع صاحبه كونسي تحرير المرأة إنتهي للتحرير المرأة عندما تحرير المرأة my friendships and making plans that Annie and Emmerichل في المناطق في المناطق في المنطق 40% وقد كانت كانت عشرة دوري بعد ذلك قال يا لبنซالح وثيء مناطق المنطق جذب كامل المرات المعروف الدوري في القبر 1934 كانت أردائك في المنطقرات السعور جميع الإدئواجات الشراكية والآخرة هي ودونك لزموى تقويش والتقويش محبش الحكاية متعدين بالله يفق علينا احنا نصم لايك ووريفوليسيوناع وستيرا تم وداروا على الولياء لكلهم المؤسسين السامبوليك متاع البلدان الصغار ونحاول الولياء في أكود نحاولنا السيد فرج السيد عبد الحكيم اللي هم ديري فرانس قالوا شنو هو التخلف وشنو هذا شنو هالولياء هذوم وستيرا نشاول الناس في طريقة ذاك عدم الجملة نحاول الإسلام متاع بورقيبة اللي هو متنور والتنوير والتحرير وستيرا نحاول وبدلوه بالفورميول هذية متاع أصالة وتفتح نعملوا أصالة الاسلام دوغماتيك متاع لا أمه متام كذا والأخير والسنة وسامع الزيتونة ويعيشكم وخليهم غديك ومن جهة الأخرى نعملوا تفتح ستريع سودون على الوصيدان على النظام والتخنوجات على الأخير كأن تفتح لك هو تفتح كيف يفتح لك هو تفتح والأخير الوصول على أخير موجود فبتح من نحاول تفتح تفتح هل تعيد تفتح أيهاش هكذا الذي يبدوه في تغيق الانثائرة لذلك الأسرانية بيوجود نفسه تستمرنياً معنشرة وأنتم أيضاً ولماذا يكون الانثابين ولنستمرني على إخوارات أخرى لأن نحن 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 من ابداً نعم نزرح نعم ومزرح كان يقوم يقول لك علي شخون تني انا جدي كريه يمكن كنز و تريز مانياق ستيل كاليغرافيك من الشاكستة من الايراني كذا وانتي خايف يرد بالك لا من فضلك عندكم كذا قد الدرس متاع الخط اللي كان في البوزارة قباب سعدون سعدون الشيء هاي في خالي بس اسم الاخره ده وحالين هانا قيص قلعه صحيحة بركضه فيه كل شنوه وكتري حتى هو زاد يعملي دور في البلوما وتاعه والشيء تعمل ليه خلينا بان خاطر على عباس اي قد قلت لهم قبارجي سميتهم القبارجيه علاش خاطر يعملوا في الخطة متاع شواهد القبور هاد اكل أعملوا دوتر ستيل كاليغرافيك عندك لانفورماتيك عادة قادمة وجاية أعملوا معنا كاليغرافيك تمشي مع 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 الأوديناتور وعملت شوية علاقة مع المركز متاع البحوث متاع المركز العالمي متاع تونس طمال يعمل في تلاتي أنا في جنب برساعة وانتظر يثم مركز الوطني الإعلامية وبساعتها وقلت لعلي ترابرسي الله راح مبتو برمشي يخدم معهم وعملوا خط جديد يمشي معه كده وانا تقول لو برشا المبنانيين خدموا عليه لو برشا زوحين نوبي وقت كي ثم كان العراقيين اللي كانوا بتاع صدام عسين اللي كان يحب يعمل وحوث في الخط تطيرا بعد 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 قسكوسي الأصالة هكي أصالة تمنعك باش يولي عندك ام باتريمون في جي يولي ساكراليزي يزيدو حوث ما يتمسش منفضق منقدس هو عملوا إنسان كل آخر ما عادش يسمح النفسه باش يجدد في وسط وخطر يولي فيه القدوسية متع التاريخ والقدوسية متع التاريخ جاية من الغرب تقديس التاريخ قتل نشوفه احنا قتل نشوفه المدينة العربية متع تونس والمدن الغربية المتع المعاصرة لها من المدينة العلمانية تنقل نزف الولي Printemps كما يحب شخص كما يتجد في سرسبر كما يتجد في الشعار المحدة كما يحب المتعامل كما يحب المدينة عامل كما يحب الاضح البناس يجد في السرسبر والأموارم الخورج كما يحبه كما تعلمون التي تحبه في طوالف ويعطر histories في الطواق هذه كانت موينة عشر ومن بعدها وقت الى رنسانس عملت قطيعة تاريخ المتاحة من الغرب يمشي بالقطيعة يمشي على موديل ويبدل ويعمل حاجه جاء الاسباس الى رنسانس ولت شوية 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 أوسع ولو نوتر دام دو فاري اللي هي جهد الشرك يضعني بطيعة يمشيبي تدسري، بطيعة، بصمالي، بطبيعة، بطبيعة، بطبيعة ملابسي ، ملابسي Tاريخ يقوم بت الدارة من تلك حالة مثل ورائفة على المكان الذي يعتمد من المملكة على المشهد البنية وقوة التباية ببثكات الأساسي عندما يجب على علاوة تشترك حولها في جارة المعارضة أن تقلل بذلك لجعل ذلك مباشرة تم تبكب المعارضة في التمكب المعارضة ومن المعارضة لن تترى لا تحتاج إلى المعارضة أفضل parce que les garouis n'avaient pas une fonction d'être vus ils avaient une fonction organique, symbolique au niveau du bâtiment lui-même ce sont des monstres qui sont censés chasser le diable une vocation une vocation il n'y avait pas le fait de favoriser la vue l'aspect organique l'aspect enveloppe etc alors nous nous disons nous avons des coupures des ruptures c'est à dire que notre Moyen Âge et notre 21ème siècle aujourd'hui sont en continuité insensible invisible je suis en train de se rire je suis en train de se rire tout d'un coup au 18ème siècle et après cette 21ème siècle on a commencé à partir de la République la République la République et la République et la République il n'y avait pas l'éducation de l'histoire c'est classique on ne peut pas dire que dans la République on n'a pas l'équivalent de classique parce qu'on n'a pas transformé notre période qui est avec le Jaha ou la Samue ou la Abbas n'a pas dit ce qui est classique et après il n'a pas il n'a pas le Baroque et après il n'a pas le Conte le Mouhara ne t'a jamais le Zitoun la même chose c'est arrivé à la Mosquée de Kurban c'est-à-dire que le concept de gélification de l'histoire et des étapes de l'histoire et de la mise en perspective du temps de l'histoire il y a un passé loin d'un ensuite il y a un très proche ensuite il y a l'avenir dans la langue l'arabée il y a deux temps le Madie et le Maudara il y a un la fiscope parfait ou le Conditionnel ou le Partisip passé ou le Partisip passé antérieur il y a une tous les études le Maud qui est qui est ou qui est comme ça ou l'autre ou qui est ou qui est ou qui est c'est tout un مشكل معنى la conjugaison la grammar في العربي ثم الماضي الماضي هو ما ماذا معنى 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 يقول الماضي الماضي وثم الماضي الماضي يستطيع 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 ماذا ما هو شيء ماضي ما بالماضي والبريسان نحن عنا الماضي وماضي الماضي الماضي هو الماضي المستقبل c'est un concept très actuel au niveau de la philosophie c'est-à-dire que l'accouchement de l'avenir se fait ici et maintenant معنى وقت الله تصويت اليوم معنى حتلي طوالت عملت وقت الله وقت الله وقت الله وقت الله وقت الله وقت الله votez aujourd'hui pour votre lendemain معنى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا شكرا اشتركوا في القناة 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 كما بعد سوش يأخذوا هذه الخلفة ويقصوا ويزرعوا كيف يزرعوا الخلفة هو إعترض ويوجد لها الن gidermal الزب لأنه نهل في الفرصية أنه بإعادة الحديث الحديث حديث الحديث الأعブ عبد وثنان ينحن 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 نتنجي وشعب 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 ليس لغاية مشاركة بالعبنى وسترخف ولن موجود موجود بلغاية وأود مفقاية وشعب من تحhur كما على دعال يتحدث نحن بن هذه الأسلل ت line تنسام느 تعاني تعاني كلها angesة دعز على سسلم أو سسلم آخر سسلم أنه سسلم والصم يلم فيما لا يوجد بالحيا لكن لما يكون بلا مستخدمة وهو المستخدمة كهذا لا مستخدمة للمستخدم هذه المستخدمات للمستخدمة تجمع هذه الحالة من البرنة سعجل فى مستخدمة لوليفية ويقولك ان هذا البر قد مستخدم se retrouve quelquefois millénaire autant que le géant comme le cèdre du Liban et du Maroc qui évoque le Cantique des Cantiques il faudrait que vous soyez aux références le Cantique des Cantiques c'est un poème du roi Salomon qui figure dans la Bible dans l'Ancien Testament sulaiman la sulaiman n'a pas d'aouad la sulaiman la sulaiman c'est un poème sulaiman au-delà-tour-de-souan la sulaiman a s'éton m'a saiman s'éton à la sulaiman et لحق Excellence في حقائد الإسرائيل vous swing شخص في تصليم لأنني أحب أن أشبه لأسفل المشاكل مثل السادر للبان يفعل في التغزل بالمرأة والمرأة هي الحقيقة لكن هذا ليهود 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 لديه مرأة كبيرة وليس بعيدية على تصوف الإسلامي لكن ليس لدينا أيضا إلى علاقة بالصاهرين وقفؤ أيضا إلى العمل مرأة ف pretend됐Drive أدعان رهم كما البقات نعم موسراج لك، بلعن دمود، فمريبا، فمريبا، فمريباً لأنيه، فمريباً. ومريباً، فمريباً في الألم أو أليس، لأنيه العرب، لذلك الآن ستشفى لعباً لها دورة. هو يصبع مباتون من أي صباح الإótعيين إذن نقال للمساقية الانتقال في تطبيعتي المسيجزية هو المدين الانيجزية ولوكوه مدينة يا البيان اطلاق معه في الصعقة سوف تحضير طبيعية معها المدينة يؤثر لا توضع اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي 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 قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ناراتي و إمارسيات في صفحة في صفحة في صفحة تأتي لكي توجد 15 مراتي اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 المتحدد من الأشخاص المقتادة بمثارات الأشخاص هي وهذه المتحدة أكثر من الجعوب ، ونحن في التسسسسسين سنواتات ، وهي الإلكترنت المتحدد من المستخدمات المتحدة تنظر إلى الترازع وأتعاد علي لأجهون الحصول إجاب الشمال الهارة على الأشخاص الإلكترنت عملية السابقة لقاء محمقه إليه كيف نحن 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 بارة تلاحظون انها مرحلة اما تنظروا تحصل على مرحلة مع المدرسلة أو مرحلة ملاحظون بمزرعات ومستقرات التعليقات التي تخلط بها أنترق في نحن نحن أعشر بشكل نحن نحن دائما ومسن ربعات التعليقات على تستخدم سوالتينة نظام الأخضر ويجعلنات المعارضة في سنواطة تخبر والتعادرة في أراضي التعاملات غير موجودة نطبع مع خطر الجواب لديك bisa تكون لديك الاسعة الأخضر، على عمل التحسير النارية لنفس الأشرحاق، نفس الأشرح نفس الأشرحاق نفس الأشرح، نفس الأشرح شركة الأمور في الحصول على الإعادة لعصب التعريب في المساولة الانتعاية. يسعبون متجد تدريباً لجيكوينًا تعريفية تتخيل كل مهم الناس الذي يجبت من الجميع ان تقوم بتقول وضع الانتعاية الانتعاية على الواقع الاعلوم الأفضل. يجب أن يتجعل الإعادة التعليف الذين يطلعون على الواقع نظل التعريف حيث مع نظل الطاقة على الهنى المهمة يجب أن يحب تعبطوا أيشه ومهم واستعبطوا على حد الدولة. Pour bien comprendre le rôle crucial du world building dans la narration immersive, examinant sa définition et son importance, c'est la fondation d'un récit. Cela implique la création d'un univers détaillé. Avant même l'élaboration de l'intrigue, ce concept est utilisé dans divers domaines, notamment la réalité virtuelle, les jeux vidéo et au-delà. يمكن أن تشعر بشيئات و تكتورة التحريرية تنزل محلقاً ونحن أعجبوا الناعات التواصل البيعية وصحة الوصول للعالم المتابعة المنزل المنزل مستقبولة ومن المنزل إليها يمتح بك وليس أجبه مستقبولة في مستقبولة وقع البقاء المصورة للمعضلة التواصل البيعية تجريب شعر بأن عشرة المشاركة المشاركة وتقنقوا من الأشمال البرمجان المنظر لجانب الحطشياء الشرابين لوحان المنظر seconda تقنقوا البرمجان المحافظة المترجم بالحطشية الإنسانات التحدثة دلإ خلال ع هو المث medal للإستخدر الكهوار و يل tenemosتع� inspirasy أو خ целئي ما ي يمكنgi الل combination دلوما ز sow جهو ثابت دمع المساعدة. ترمز سوارة. يمع المساعدة من المساعدة بجمع بلديمتعين حالات إثناء أيضاً كما يمحيوني يلمع المساعدة مثل أميار المساعدة كمياريينان. عندما يتخلو المساعدة للتعلم من خلال المساعدة وانتصير من المحاعدة تخيل جداً في الاسم أبداً شخص بخلالات تريد الوصولة عن طريق على تشخص مجرمات Les expériences de réalité virtuelle questionnent en quoi les expériences de réalité virtuelle étendent de telle notre perception du monde réel et si elles contribuent à enrichir notre compréhension de la réalité ou ne font-elles que reproduire des simulacres. Le hors-champ défini comme l'espace invisible à l'écran joue un rôle crucial dans la narration immersive. Les six segments définis de leur champ incluent les limites de l'écran, la zone derrière la caméra et l'espace au-delà du décor jusqu'à l'horizon. En réalité virtuelle, cet espace devient instable, ce qui a un impact majeur sur la production de l'expérience utilisateur. Il élargit l'imagination du spectateur tout en servant aux aspects techniques de la production. Voici quelques expériences qu'on a explorées de VR. Par l'exemple du film In the Eyes of Animals, un film en 360 degrés, il propose une interprétation artistique des perspectives sensorielles de trois espèces naturelles présentes dans leurs environnements naturels. Cela permet aux utilisateurs d'adopter diverses perspectives, y compris celles des arbres ou d'animaux et d'autres entités non humaines. Une autre expérience qui est le kinescope de 360 qui offre une immersion dans l'histoire cinématographique. Le spectateur découvre à partir de cette expérience les moments marquants du cinéma de Méliès à Tarantino. Un autre facteur clé de la manipulation du temps et de l'espace, GTA, un univers fictif qui utilise des ellipses spatiales pour assurer une continuité narrative fluide. Elles permettent des déplacements quasi instantanés, condensant ainsi l'action et valorisant chaque moment et lieu. Ces transitions transforment le temps en espace, créant ainsi un environnement virtuel discret. Nous avons pu étudier aussi le film Miyubi, qui est un film VR en 40 minutes. C'est une approche comique qui se distingue par une perspective unique à travers un robot japonais, offrant ainsi une expérience immersive et originale. Le suspense est habilement construit par une manipulation stratégique de l'information. L'exploration visuelle minutieuse des décors des années 1980 enrichit cette expérience en transportant les spectateurs dans une ère nostalgique. Ce qui est singulier dans ce film, les actions physiques, elles sont précisément conçues et synchronisées. De plus, le dialogue libre favorise l'improvisation et des performances authentiques. Par ailleurs, les répliques inattendues suscitent des réactions émotionnelles réelles, créant ainsi des moments authentiques. On assiste aussi à travers cette expérience de VR à la liberté de création. Les acteurs ont la liberté de s'adapter par rapport au cinéma traditionnel, de s'adapter aux déviations du script, à l'exception des erreurs dramatiques, ce qui permet une plus grande créativité. L'expérience de présence pure en VR offre une immersion directe et non filtrée. Pour renforcer la narration, il est nécessaire de contextualiser la présence du spectateur, intégrant pleinement ce dernier dans l'expérience. Une autre expérience qu'on a explorée, c'est… Il vous reste trois minutes. Placeholder, ça nous a permis d'explorer les approches pour l'interaction et la narration dans les environnements virtuels. À cet égard, deux participants équipés de visiocasques incarnent des créatures virtuelles offrant une perspective unique sur l'immersion. On a pu, dans cette expérience, combiner interactivité et narration. Les techniques utilisées étaient les Voice Holders pour le marquage de l'environnement. Cependant, des problèmes techniques subsistent, comme une faible fréquence d'image et des difficultés à déplacer les mains sans détecter le contact. Malgré ces défis, ces techniques ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de la narration en VR. Nous synthétisons donc les points suivants. Les formats immersifs tels que la 360 degrés présentent des défis conceptuels majeurs, notamment en termes de gestion du temps, souvent qualifiés de temps réel. Les formats immersifs présentent des défis conceptuels majeurs. L'expérience temporelle est continue, contrairement à la narration traditionnelle, qui requiert une manipulation stratégique du temps pour façonner, accélérer ou suspendre l'action, donnant ainsi vie au récit. On a pu explorer aussi les défis au niveau du cadrage dans la narration immersive. Dans le cinéma traditionnel, le cadrage est limité par le réalisateur. La structure narrative est linéaire et fixe, et on a une seule perspective définie pour le spectateur. Quant à la réalité virtuelle, elle a 360 degrés. Ça permet d'avoir une vue plus complète. L'utilisateur crée sa propre expérience narrative avec un cadrage dynamique, avec l'utilisateur comme narrateur. La dernière composante clé, c'est le point de vue au cinéma traditionnel, nous rappelant que la focalisation est dirigée par le réalisateur. Le spectateur découvre l'intrigue selon trois perspectives, en phase avec les événements, en retard découvrant progressivement, et en avance en anticipant les événements. Quant à la narration immersive, l'utilisateur contrôle son propre montage en tournant la tête, importance de guider l'attention avec des points d'intérêt, l'utilisation de points d'intérêt pour bouger dans l'espace, l'utilisation du son pour guider le spectateur et pour orienter l'attention, et le montage probabiliste expérientiel pour anticiper le regard de l'utilisateur. Donc, nous avons pu déceler trois types de points de vue variés. Le spectateur fantôme, qui est sans interaction, qui peut causer une dissonance. Il peut engendrer une dissonance chez le spectateur qui se sent présent, mais ignoré par l'environnement virtuel. Il n'est pas également impacté par le déroulement de l'histoire. Le deuxième point de vue, c'est l'interaction physique, grâce à l'utilisation de manettes capteurs pour bouger dans l'espace virtuel, comme dans l'exemple du film The Enemy. Et le troisième point de vue, c'est là où le participant est actif. Le spectateur, il peut incarner ou habiter un personnage. Il peut prendre des décisions, influençant le déroulement de l'histoire et du récit. Exemple, le film à I.Philippe et Bandersnatch. En conclusion de cette étude, nous constatons que pour optimiser la création de narration en réalité virtuelle, il est crucial d'élaborer un script exhaustif englobant tous les aspects essentiels. Cela comprend une description détaillée de la scène, des diagrammes de blocage pour la position des acteurs et des objets, une analyse approfondie de l'acoustique ambiante et l'utilisation stratégique de son directionnel pour guider l'attention du spectateur. De plus, la planification de l'éclairage est primordiale pour créer l'ambiance visuelle désirée, tout comme la réflexion sur la localisation de l'équipe de tournage et la direction de la scène, assurant ainsi une exécution fluide et cohérente du projet. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette présentation. J'espère que ma présentation a été utile et inspirante. Merci pour votre attention. Merci pour nous avoir mis in avec ces innovations immersives, cette nouvelle mode qui suscite que les spectateurs doivent comprendre de quoi il s'agit. C'est un sujet aussi riche. On a pleinement de questions à poser pendant la discussion par la suite, prépare toi. Merci. 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 نوع السينمائي لبحثنا في طور البحث عن مفهوم العجائب من خلال المعاجم العربية والغربية في الأدب أو الفلسفة نجد أنه لفظ نوعاً ما يشبه شيء من الغموذ والتدخل في المصطلحات خاصة مع مصطلحات أخرى حيث نجد أن العجائب يشمل إذن نتبين أن العجائب يشمل كل من العجيب الغريب الحلم والخرافة وهذه الصورة التكملية للعجائب قائمة على عدة نظم ومفاهيم لغوية متنوعة تساهم جميعها في بناء هوية راسخة وواضحة للعجائب قمنا بتحديد في مرحلة ثانية من بحثنا هوية العجائب في فيلم ملف سنة 2 من خلال تفكيك محصوص وتقني للقطات مقتبسة من الفيلم فنجد أن العجائب في التركيبة السورية في هذه اللقطتين هو قائم على عنصرين همين ألا وهي الأولى التقنية ثم ثانيا المجسم في التقنية نجد أن اللقطة الأولى مقتتفة بكاميرا بلقطة كبيرة مقتتفة بتقنية حقل صغير حقل عميق وذلك بغاية حجب جزء معين من اللقطة واستبيين وتبيين التركيز على جزء آخر من نفس اللقطة فنجد أن العجيب هنا قائم على مجسم الزهرة وتعتبر زهرة المحظ هي زهرة الجنية في الفيلم وهي زهرة مصممة ببرمجية ثلاثية الأبعاد فنجد هنا أن المخرج أراد كسر النمطية البديهية للمشاهد والمزج بين التقنية بين الواقع واللاواقعي بين المألوف وغير المألوف فكما نلاحظ في اللقطة الثانية أن اللقطة تتمثل في غابة وحقل من الظهور الموذي وذلك يتراوح للمشاهد الإحساس التساؤل هل نحن في وسط الواقع أم نحن في وسط واقع عجيب غير مألوف وغير معتاة ثم حددنا في نفس المرحلة العجائبة في الشخصيات هنا المخرج اعتمد على تبين العجائبي من خلال توظيف تقنية التشويق بمعنى أنه قام تدريجيا باستبيان والتعريف عن الشخصية الرئيسية في اللقطة الأولى من خلال إظهار بعض الشيء القرون ثم تليها في لقطة تانية بكاميرا خلفية إظهار الشخصية من الوراء نلاحظ أن الشخصية في الطابع غريبة وعجائبية لا نتبين إن كانت شخصية آدمية أو حيوانية يشوفها بعض من الغموض والغرابة من خلال اللباس فنتساءل هنا أن كل هذا يثفي نوعا من دلالات الخرافة والأساطير التي ترمز إلى جسدنة الوحش إلى أن نتبين في مرحلة ثالثة في اللقطة التي تاليها بزاوية أمامية أن الشخصية هي شخصية آدمية لكن قام المخرج بالتلاعب على التناظر الهندسي في الوجه والمكياج وما إلى ذلك ثم تليها في لقطة أخرى الأخيرة الشخصية في حالة غضب يشوفها اللون الأخضر وهو مقتبس من برمجية التصميم لإظهار الجانب المخيف بعد التصميم والعجائب هنا بطبع الحال في الشخصيات الثانوية هي كلها شخصيات تصميمية لا تفي بالواقع باقتبس شخصيات حيوانية ببرمجة 3D ثلاث شخصيات هم ثلاث جنيات مقتبسة من الفل ويمكن أن نقول أن الفل مقتبس من قصة الجميلة النائمة وهو ذو مرجعية قصصية ثم وأخينا العجائبي في المكان لقطتين مغايرتين مختلفتين في التراكيب وتصميم الأولى تكون في القصر يشوفها الإذاءة هنا عمل الإذاءة والموسيقى كانوا يلعبين دوراً مهم في الاستراب البصري من خلال الخداع البصرية واستراب المشاهد ومن خلال هذا التحليل نتبين أن الفرضية الأولى فعلاً أن الآليات التكنولوجية والمؤثرات السماعية والبصرية هي تلعب دوراً مهم في استبيان وتبيين مفهوم العجائبي هنا فيلم قصير من الكواليس من الكواليس التصميم ثلاث دقائق لا يعمل لا يعمل أردت لا 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 البياني مغتتفات من كواليس الفيلم بتقنية الأزرق والأخضر نجد أن تقريباً ثمانون في المائة من الفيلم كله مصوراً من خلال خلفية الذرقاء والخضراء اوه الصورة الاصلية والصورة المركبة في الفيلم بالاخير نتبين ان فعلا هوية العجائب قائمة على الالية التقنية والتكنولوجية ولكن بالاساس هي تعتبر تعتبر الية وطريقة يتوظفها المخرج وان الابتكار في الفيلم قائم على الطرح القصصي للمخرج باعتبر ان المخرج هو المحرك الرئيسي في طرح وبسط كل من الاليات ان كانت الاليات تقنية او قصصية لطرح ابتكار وهوية فهوية العجائبة تقدم من خلال الاليات التكنولوجية والاليات التكنولوجية تبسط من خلال المخرج والابتكار يكون نابع من المخرج اساسا وان الابتكار في هذا الفيلم هو قائم على الاقتباس القصصي باعتبار ان الفيلم الاول مقتبس من القصة والفيلم وهذا الفيلم الثاني جزء الثاني مقتبس كذلك من نوع القصة لكن الابتكار هو التغيير في العقدة الفيلمية وشكرا على الانتبري شكرا على الاليات التكنولوجية او ابداع الشيشة والمناصة الرقمية لقاء بين روعة التاريخ وفنون التاريخ تجربة اسمار عبدالعزيز العروي نموذجن وهنا نواصل للأقتباس نواصل للأقتباس نواصل للأقتباس نواصل للأقتباس donc Abir Benoahad est en attente de soutenance de sa thèse de doctorat tournant sur l'adaptation audiovisuelle et cinématographique des comptes du patrimoine littéraire tunisien elle enseigne à l'université centrale et ce linking profond entre le patrimoine et l'adaptation touche d'une façon véridique la liaison entre l'identité et comment doivent les réalisateurs innover pour être à la fois avec notre identité protégée tout en se basant sur des innovations qui l'intègrent à vous la parole Abir 15 minutes نحن في رحلة لتحدث عن la présentation تحية طيبة الجميع tu as partagé sur zoom non sur zoom ce n'est pas accessible comment faire comment faire ah ok c'est ça c'est ça تحيطي للجميع آخر مداخلة إن شاء الله تكون خفيفة تظل عليكم الكل المشاهدين المباشرين المشاهدين عبر الانترنت عبير بن وحدة إذن سبق أن قدمتني سيدة دكتورة فاتن ريدان يمكن ستكون مواصلة في مكانة ما اختتمت به سيدة شايمة المداخلتها وهو فيما يخص الاقتباس وهنا أتحدث عن فن الكلمة وإبداع الشاشة والمنصة الرقمية التي تكون لقاء بين روعة التاريخ وفنون التأريق ومن خلال تجربة أسمار عبد العزيز العروي التي تخذتها نموذجا الفن يندرج ضمن إمكانية أن الإنسان يستجيب لشكل الأشياء القائمة أمام حواسه وسطحها وكتلتها كما ينتج تناسقا معينا متعلقا بسطح وشكل وكتلة الأشياء وينتج في صوره إحساسا بالمتعة بينما يؤدي الافتقار إلى مثل هذا التناسق إلى خلق شعور بعدم الارتياح أو اللامبولات أو حتى عدم الرضا أو النفور إن الإحساس بالتناسق الممتعي هو الإحساس بالجمال والإحساس المضاد هو الإحساس بالقبح حسب الريد إذن أخذنا هذه القولة للمفكر الريد للحديث عن قيمة الفن في الشعور إذن في البلاد التونسية هذه العلاقة ليست مجرد موضوع أكاديمي ولكنه ممارسة متطورة تؤثر على الفن والأدب ووسائل الأعلام التواجه لهوية الثقافية والفنية التونسية المغمورة في تقاليد تاريخية وأدبية غنية نوعا فريدا من التطور يدعمه التحول الرقمي وهنا سأنتقل لا أحبذ كثيرا القراءة إذن سأنتقل إلى الحديث مباشرة هنا وضعت صورة عبدالعزيز العرمي الأسمار القديمة أول ما بدأت البث التلفزيوني يعني تقريبا سنة 1966 لكن عبدالعزيز العرمي كما نعرف أغلبنا يعرف وهنا ألمسوا الذاكرة البعيدة يمكن لبعض الأشخاص بيننا عبدالعزيز العرمي هو أول كرونيكور في أول من تحدث على موجات أثير راديو سنة 1938 أول مدخل راديو البلاد تونسية ثم وقعت اقتباس هو أولا هو أول من اقتباس أسماره التي كان يكتبها بنفسه ويكتب حتى كلمة مثلا إذا أراد أن يتلعثم في الكلام كان يضع بين قوسين كلمة تلعثم يعني هنا نتحدث عن النص السردي الذي ينشئه أو يكتبه عبدالعزيز العرمي وهو نتاج لعلاقاته وقراءاته العربية والعالمية ونتاج أيضا للكثير من محادثاته ومقابلاته مع الأناس العاديين في الشوارع يعني هو كان بسيطا جدا لكن كان ناقلا لواقعه مؤرخا له عبر أسماره ثم الصورة الثانية التي تليها هي صورة كل ما هو تكنولوجي جديد كل ما هو رقمنا كل ما هو انتجات جديدة يعني وقع اقتباس قام العروي باقتباس مكتوباته للمسموع ثم من المسموع وقع اقتباس أسماره إلى المرئي عبر التلفزيون عبر سلم الصيدي ومحمد الجمني مخرجين تلفزيونين نييني ثم وقع انشاء يعني هنا أحوصل كل المقال حتى لا أطيل عليكم وقعت انشاء منصات تطبيقات أيضا باسم عبدالعزيز العروي إلى أن نصل إلى المنصة التي وقع انشاءها أواخر 2023 وهي منصة بعنوان ولا باسم عبدالعزيز العروي ثم نجد محمد سياري وهو الموثل المعروف يستغل قرب خامة صوته لخامة صوت عبدالعزيز العروي التي أسميتها في المقال يعني الصوت الجهوري الخامة الخيالية التي تجعلك تسرح في خيالك وتنتقل من مكان إلى مكان عبر ذلك الصوت أنشأ محمد سياري استغلالا لهذا استغلال أراه إيجابيا أنشأ شين يوتيوب بعنوان حكايات لم يحكيها العروي ونحن نعلم جيدا أن الحكايات الموجودة دائما نجدها بعنوان حكايات العروي كانت فيها الكثير من التقوص كانت فيها الكثير من الخصوصية للعروي إذن سأحاول أن أقدم لكم عبر إن شاء الله الإنترنت إذن هذه من أول الأسمار التي وقع اقتباسها من مكتوبات العروي التي كان يكتبها لخط يده أظن أن الصوت لبأس أريد أن نبدأ لصورة أريد أن نتحدث لن نتحدث لن نعقب على أحكايات العروي أريد أن نتحدث إذن هذا مثال للأقصصة أو السمر الذي كتبه العروي ثم قدمه عن طريق الراديو على موجة الأثير ثم وقع إخراجه اقتباسه تلفزيونيا على شاشة تلفزة الوطنية قبل أن تصبح تلفزة وطنية كانت إتحاد إذاعة تلفزة تونسية ثم ننتقل إلى المقتطف الثاني الذي أردته أن أشاهده معكم أو نشاهد فيه كيف وقع اقتباس الأثمار العروي قلناها هذه إذن هنا كيف وقعت اقتباس واستغلال صوت عبد العزيز العروي هنا مش واضح الصوت للأسف هنا صوت محمد السياري وفيه فيه محاولة لإقتباس طريقة عبد العزيز العروي في الحكي نمر إذن إذن سنحاول من خلال مقالنا الكشف عن كيفية تلاقي هذه العناصر لتتمخض عن ولادة لوحة حية من الإبداع الحديث مع التفكير فيما إذا كان هذا الانسهار مصحوبا بالصراع أم التماسك وما إذا كان هذا الابتكار داخل الهوية الثقافية هيمنة أم انسجاما وكيف لا يحافظ فقط هذا الالتقاء بل وينعش التراث الغني لتونس من خلال وسائط جديدة وأي دور لهذا في تحديد الابتكارات الأدبية والفنية التونسية في العصر الرقمي وهنا نلاحظ أن الموروث التونسي هنا لم يقتصر فقط على كل ما هو مكتوب وأدبي بل تجاوزه إلى كل ما هو ملبوس اللباس التونسي الأصيد الذي وقعت استعماله أو إضافات أشياء جديدة عليه لكن مع المحافظة على هذا الموروث هذا بالنسبة لللباس بالنسبة للموسيقى إنشاء مركز الموسيقى العربية المتوسطية في ضحية سيد بوسعيد هو كان بمثابة إنشاء لبنك للموسيقى العربية والمتوسطية وكانت كل ما هو مسجل أو كل أغنية جديدة كانت تمر لزاما عبر المركز حتى تقع رقمنتها ويقع أيضا تثمين هذا التراث الموسيقي بالنسبة للأعمال التي يمكن أن أتحدث عنها كذلك التي يقع فيها دمج الهويات كحافظ للإبداع والإبتكار الإعلامي كذلك نسرد عالم التلفزيون التونسي الذي نسج بشكل إبداعي أساليب استرد القصص التقليدية مع التقنيات الرقمية المعاصرة مما أدى إلى انتاجات غنية بالروايات الثقافية والتي كانت جذابة لحدثتها والتي تحتفل بهذه الاندماجات المبتكرة بالتراث التونسي وتضمن أيضا استمراريته من خلال جعله مناسبا للجل الأصلي الرقمي يعني هنا نجد أنه الموروث التونسي وقعت محاولة جعله مناسبا لكل زمان ومكان وجعله مناسبا لكل جيل لكن وهنا باعتماد اللغة المناسبة لكل جيل إذا ما تحدثنا عن الرقمنا فإننا نتحدث عن جيل الرقمنا فلابد لنا أن نتحدث عن المنصات الرقمية نتحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي كذلك نتحدث عن كل ما هو أنترنت وجب علينا إذن للمحافظة على هذا الموروث الثقافي الكبير الذي أنتجه الأدباء وكذلك حتى المسرحيون والفنيون والفنانون وجب علينا تثمين هذا التراث وعدم نسيانه أو تركه هكذا حتى يندثر وجب علينا إذن محاولة الكشف عن تقاطع فنون التاريخ والتكنولوجيا الرقمية من خلال أسمار العروي وغيره وهو بمثابة الغوص في العالم الرائع الذي يلتقي الماضي فيه المقروء والمسموع بالبيكسل المرئي والمرقمن مما يفضي إلى اكتشاف أجيب وقصاص وحكواتي وروائي وقارأ أخبار وصحفي في شخص عبد العزيز العروي والذي لعب أسلوبه دورا كبيرا في ديمومة واستمرار كل إنتاجاته الأدبية والسمعية ثم بعد مماته البصرية فكان هو بمثابة الناقل والمؤرخ لفترة زمنية ما بين الحربين عفوا ما بين الحربين فكان هو بمثابة القناة التي كانت تنقلنا الأحداث بطريقة فكهية وحاول من خلالها أن يرسخ القيمة والعادات الكفيلة بالنهضة بالمجتمع التونسي أن ذاك رفقة أترابه وزملائه من رواد مقهى تحت السور وجماعة تحت السور وهنا أحاول أن أختم فأقول قوة الكلمة وإبداع الذات البشرية في خلق مورو الثقافي ألهم الشاشات من بعدها المنصات الرقمية فحدث اللقاء بين روعة التاريخ وفنون التاريخ في قصصي وحكاية عبد العزيز العروي فجعلت أسماره بمثابة شاهد على العصر متكلما ومتحدثا باسمه وقع الاقتباس من مؤلفاته فصارت دراما إذاعية مسموعة ومنها انبثقت دراما تلفزية ومن ثم غزو مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ومن هنا يمكن للإبداع الإنساني أن يتيح إعادة أحياء المورثات من خلال تكنولوجيا النمذجة وتكنولوجيا التعلم الآلي في شكل جديد ومتميز كما يمكنه أيضا أن يتيح توعية العامة بالمورثات من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يسهل على العامة الوصول إلى هذه المورثات عفوا إذا كان هذا الإنسجام والتكامل عنوانا لعلاقة الإبداع الأدبي والفكري بالابتكار التكنولوجي فما دور منصات الذكاء الاصطناعي في إعادة إحياء الموروث المادي واللا مادي التونسي والعالمي وإلى أي مدى يمكننا الحديث عن الملكية الفكرية والإبداع الإنساني أم أن الأمر قد حسيم وصرنا في عصر مكننة الإنسان وأنسنة الآلة شكرا شكرا جزيلا بحثتنا الكريمة عبير بن وحدة أربط بين الهوية والإبتكار وتوظيف الوسائل السنعية البصرية لحفظ التراث الوطني من مادي ولا مادي عبر إعادة تجسيد قصص العروي أو حفظها أو النسج على منوالها يعتبر صراعا يقوم بين الموروث الثقافي لعبد العزيز العروي الذي تقوم عليه تجديدات محمد سياري وما تتفرع له جميع الفنون وما لها من قدرة من حفظ الموروث الفني الموجود واكتمال المسار على نفس المنهاج وعلى نفس الاختيارات المرجعية الثقافية والهووية نعلن انتهاء المداخلات إن لم يكن معنا الأستاذ حسين سالم سرحان على الخط أستاذ كريم هل هو موجود لنحيل له الكلمة أم ننطلق في الحوار إذن تعذر على الأستاذ حسين سالم سرحان الحضور إن شاء الله المنع خير نحيل الكلمة إلى الحاضرين في القاعة وإلى المرتبطين عبر الواب لطرح الأسئلة لجميع المداخلات نشكر جميع المداخلين وهني مش بش نطول برشل جوش بش نسأل مدام لأخيرة يعيش كمان عبير أوكي إنتي حكيت على سيعبل عزيز العروي وهذا معناها حاجة حاجة مرزخة عنا فينا لكن حبيت نسأل شو دخل وهو روعة الفنو فنون التاريخ يعني كيفيش بش نعدي أنا فنون الراوي كيفيش بش تعدى من الحكاية من الرواية بش تعدى بها للماجبونية نعاود نرجع للفنكشون متاع بيار جانيت نرجع للسي فنكشون متاع شكرا على السؤال والتساؤل بالنسبة العنوان هو فنون الراوعة الابتكار أدعو كافة المتدخلات إلى الالتحاق هنا ليتم بثهم عبر زوم إن كانت هناك إجابات على أسئلة مقترحة شكرا على السؤال والتساؤل فنون التاريخ من خلال تجربة أسمارة عبد العزيز العروية هنا نتحدث عن روعة التاريخ من خلال فنون التاريخ فنون التاريخ هي كل ما هو تكنولوجيات كانت تتطور بتطور الزمن وتطور بتطور التكنولوجيات الحديثة والتي كانت مساهما كبيرا والمساهم الأول في تاريخ هذا التاريخ الذي يؤرخ لفترة زمنية ما بين الحربين التي تحدث عنها كثيرا عبد العزيز العروية إذا كنت قد أجابتك إذا كان لم أجبك مثال زيد زيد أسألني عبد العزيز العروية ومثل ليس خرافة عبد العزيز العروية كان كان عبد العزيز العروية كان كل ما يكمل السمر متاعه متاعه فرنساوي اسمه ديوبان عاش في القرن الثامن عشر بعد التورة الفرنساوية بشوي شكرا عبد العزيز العروية المترجم للقناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر